موسيقى لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه أهلا بكم بالأمس قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قلب سيناء وإلى كل المصريين وغير المصريين ما يقوم به الشعب المصري الآن في سيناء بيمثل أبلغ الردود على دعايات رخيصة تتحدث عن تفريط في أراضي سيناء الرئيس وبمنتهى الجرأة أو بمنتهى الوضوح جرأة المقاتل العسكري كقائد أعلى القوات المسلحة وحنكة الرئيس تحدث بلسان القائد الأعلى وتحدث أيضا بلسان الرئيس رئيس كل المصريين ما يقوم به الجيش المصري والشرطة المصرية والشعب المصري من حولهم ومن خلفهم ومعهم في كل اللحظات بيؤكد للجميع بأنه دعائم النصر على الأعداء سواء إرهابيين أو غير إرهابيين وبيتوازي معه أكبر وأضخم معركة للتنمية ولتنمية سيناء في تاريخ هذه المنطقة لهو الرد البليغ الرد الموجع الرد المؤلم لن نفرط لن يفرط المصريون في سيناء فلنستمع إلى السيد الرئيس النهاردة احنا بنتكلف شغالين في المشروع بـ 175 مليار عشان ما حدش يتصور أن ممكن الدولة دي نكون إحنا هتفرط في حاجة يعني ما يكونش حد فاكر أن المصر ممكن تفرط في سيناء وإذا كان النهاردة احنا بنتكلم على 175 مليار ويمكن النهاردة اللي حتعرض للعرض الدكتور مصطفى يمكن يعدي المية مليار ولا أكتر ماذا كده؟ تمام مش كده ولا؟ عايقا مش كده يا دكتور؟ ها يعني احنا بنتكلم في 275 مليار جنيه؟ منين يعني؟ وحنتفعهم عشان نديهم لحد تاني ولا إيه؟ انا بقول الكلام ده ليكم عشان محدش يضحك على المصريين وياخدهم في سكة مش مظبوطة لا دي بلادنا ودي أرضنا واحنا ببنتمعش في حاجة حد وبرضو احنا مش هنخلي حد يطمع في حاجتنا بس مش بالعافية لا بالبنى وبالتعمير اللي هو إيه؟ اللي هو ما ينفعش يكون ينتهي 2030 أي حاجة ممكن نقوله ده تنتهي 2030 إلا دي دي لازم تكون بفضل الله سبحانه وتعالى 2022 مفردات لا تحتمل التأويل ولا تحتمل معنيين معنى واحد احنا بنعمر الأرض بنعمر سينا علشان ولدنا مش عشان نديها لحد تاني كلام واضح كلام ملوش أي معنى آخر بنعمر سينا وبيسأل على الأرقام الموجودة مرصود لسينا من القوات المسلحة اللي هي الأندسية برئاسة كامل وزير ووزارة التعمير والإسكان الدكتور مصطفى مدبولي على بعض الاتنين يعملوا 275 مليار جنيه مصري 275 مليار لتنمية سينا والتنمية واخدى في الاعتبار الخطة طويلة الأجل اللي هي 2055 و2032 يعني الأمور مش ماشية بجزر منعزلة عن الخطة العامة لتطوير وتحديث وتنمية مصر بالكامل ما يجري الآن ما يتم الآن في سينا غير مسبوق على مر التاريخ لم يحدث ولم تشهد سينا تنمية حقيقية على الأرض بهذا الشكل 275 مليار جنيه تنمية زراعية سياحية عمرانية بهذا الشكل إلا في هذا التوقيت يبقى عندي محورين محور التطهير ومحور التعمير محور التطهير بتقوم به القوات المسلحة ومن خلفها الشرطة المصرية لتطهير الأرض ومن دنس الإرهابيين في نفس التوقيت خطة التطوير والتحديث والتنمية الحقية منذ فترات الطفولة والصيبة وبنقرأ في كتب المطلعة والدراسات وخلافه تنمية سيناء هي أمن قومي وتعمير سيناء أمن قومي وتأهيل سيناء بالسكان أمن قومي لكن لم يتحقق كل هذا على مدار كل السنوات الماضية لم يتحقق ما كان يقال لم يتحقق ما كان يسوق كانت كاذيب وأضاليل وعبارة عن صورة نخمالية كاذبة بيتم تغدغت مشاعر الجماهير بها ما يجري الآن وزي الرئيس ما قاله مبارح كلمة خطيرة للغاية قال المشروعات بدأنا فيها بالفعل مش مشروعاتها تبدأ ممكن أقول نواية هبدأ هعمر هطور هغير لا المشروعات بدأ فيها بالفعل 275 مليار جنيه لنقل سيناء أبناءنا في سيناء شمال سيناء وسط سيناء جنوب سيناء إلى مصاف المناطق التنموية اللي جاذبة للإستثمار بكل ما فيها من قوانين مميزة للإستثمار في سيناء بنعمر وبنصرف كل هذه الأموال وبنتهر الأراضي من الإرهابيين مش علشان نبيع الأرض نتفرط في الأرض نسوى الأرض جزء من صفقة واحد رقيع هنا بيسوق لكلام وأكاذيب واحدة رقيعة هنا بتسوق لأكاذيب وأبطيل وإحنا ماشيين وراهم وأعتقد أنه بيودونا زي الرئيس ما بيقول عشان محدش يوديك في حتة مزنوقة شمال أو يمين وللأسف فيه مننا بيروح للأسف فيه مننا بيد ودانه لأنه مش عايزة أقول طيب لأنه جاهل لأنه لا يقرأ لا يقرأ ما أمامه ولا يقرأ التاريخ جيدا المصريون لا يفرطون المصريون لا يفرطون الجيش المصري لا يفرط والشعب المصري لا يقبل التفريط وأكثر من مرة بيعلن الرئيس أنه مين هيقبل مين من الشعب المصري هيقبل ده إيه الكلام الفارغ اللي بيتقال اللي الانبارح كان فيه نقاط على الحروف وضعها الرئيس ورسائل قوية وصفعات قوية من الرئيس إلى الجميع فليصمت الجميع الذين يتغنون بفكرة المؤامرة وفكرة ونظرية التفريط كل هذه أباطيل وأكذيب ضحضها بالأمس الرئيس لكن واحد للأسف الشديد بيضع نفسه في مصاف الإعلاميين المهنيين الذين يعدوا على صابع اليد الواحدة على مستوى العالم بينظر إلى نفسه وبيقائب نفسه هكذا كان هنا يصول ويقول يتحدث ويبحث صحافة استقصائية لكن وجوده في الجزيرة لفترات طويلة علاقته بالجماعات الإسلامية علاقته بالمجاهدين الأفغان علاقته بتنظيم القاعدة كتبه استرية ملفاته استرية كل هذا ربما أثر على عمله بشكل أو بآخر وفجأة بيخرج علينا مهاجم النصر بشكل غير مسبوك من فضائية أجنبية ألمانية دي دابليو ديتشوفيلا الأستاذ يسري فوتا كاتب تويتا طويلة شوية وتحتاج منا إلى وقفة سريعة وعاقلة في زحام التطورات الأخيرة في مصر على أهميتها دي يسري فوتا بيقول قدامك على الشاشة لم يلتفت كثيرون إلى ما أعتبره أنا هو نفسه أخطر ما قاله السيسي حتى الآن على الإطلاق إيه يا سيدي قال إيه الرئيس السيسي بقول الكلام الخطير إيه عم يسري الكلام الخطير أعني بهذه إعلانه إقامة ما سماه حرم حول مطار العريش بامتداد 5 كيلو من كل اتجاه علشان يبقى 25 كيلو علشان العريش كلها 48 كيلو يعني بالضرورة إزالة البشر والحجر والشجر من المحتمل جدا أن يلتأم تدريجيا مع امتدادات ما تسمى المنطقة العازلة اللي هي 500 متر بالعمق و 1500 متر في 13 كيلو ده بيقول العريش مع هذه المنطقة العازلة المانع أنهما يلتأموا بعض بيقول إذا التأمت هاتان المساحتان معا وهو أمر وارد بالنظر إلى الملابسات السياسية والميدانية سنكون أمام مساحة إجمالية تعادل تقريبا تلك المساحة التي ورد ذكرها في مشاريع ومقترحات عدة لتسويت القضية الفلسطينية أبرزها مشروع رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي سابقا الجنرال غيرا إيلاند الذي يخترح تنازل مصر عن 600 لـ 470 أو 470 لـ 600 كيلو متر مربع في أقصى شمال الشرق من سيناء امتدادا لغزة لبناء دولة فلسطينية عندنا خريطة؟ طيب هاتولي خريطة سيناء الأستاذ يسري فودا بيقع في دائرة الجهل الأستاذ يسري فودا بيقع في دائرة التشكيك الأستاذ يسري فودا بيتخلى عن مهنية مصطنعة الأستاذ يسري فودا بيضل القارئ الناس يخلي الخريطة يعني أقصى شمال شرق سيناء في المنطقة اللي فوق خالص شمال الشرق فوق بيقول يسري فودا أنه دي منطقة العريش منطقة العريش فاكرين حدستين هفكركم بيهم فاكرين الأنفاق الأنفاق اللي بيننا وبين قطاع بن رفع بين غزة والمشاكل والكوارث كان بتيجي من الأنفاق كان القرار اللي اتخذته الدولة المصرية على فكرة كلام ده من زمان يعني نرجع للخريطة سريعا دي المنطقة اللي هي أقصى شمال شرق سيناء حدودنا في الآخر مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بيقول هنسيب حتة من العريش تصل إلى 46 كيلو ولا 64 كيلو خمسة وستين كيلو خمسة وستين كيلو في هذه المنطقة تتضم الغزة وتبقى دولة فلسطينية شيل الخريطة خلاص شيل الخريطة هرجع بكلمات بسيطة عشان ما انتهش في الموضوع عشان الموضوع كله عبارة عن شياطين والشياطين بيلعبوا والتعابين بتلعب في الموضوع بنقول أنه كان عندي أنفاق بين غزة وبين مصر وبين سيناء بيمر فيها سلاح بيمر فيها أكل بيمر فيها علاج أنا كله دا بقوله بيتهرب فيها موت بترولية الاتفاق اللي بين مصر وبين الإخوة في فلسطين هنقفل الأنفاق والحالات الإنسانية هنفتح المعبر وفي اتفاقات شغالة حتى هذه اللحظة يبقى عشان أقفل الأنفاق خلاص أقفلناه هدناه لقينا بينزل النفاق تحت بشكل مبالغ تيه كان القرار اللي اتخذته الدولة لمتطلبات الأمن القومي منطقة عزلة خمسمائة متر بمسافة كم كيلو تلاتاشر كيلو يعني تلاتاشر كيلو فيه خمسمائة متر فيه عمق خمسمائة متر ولا كم خمسمائة متر بقت 1500 متر من الحدود المصرية الفلسطينية العرض خمسمائة متر بقت 1500 بطول 13 كيلو يبقى دي منطقة عزلة وكمان اتعامل فيها زي مجرى فيه مية بحيث ان اي محاولة ليه انشاء نفق يتم ابطال مفعولها واكتشافها فاورا وطبعا احنا عارفين ايه اللي كان بيجي لمصر الانطق يبقى انا فصلت انا بركز عشان الناس تعرف قد ايه جهل والغرض في نفسي يسري فود يبقى انا فصلت الحدود المصرية الفلسطينية بمجرى مائي صناعي لمسافة 13 كيلو في امتداد عمق داخل اراضي المصرية 1500 متر يعني كيلو ونص وفصلت الناس مشيت الناس والبيوت وديتهم مكانها بيوت اخرى لمسافة 1500 متر في طول 13 كيلو عشان افضيها تبقى عين امام عين الجيش وامام عين الامن يبقى انا عملت فاصل صناعي بيني وبين الفلسطينيين ده رقم واحد لما حصلت الحدثة بتاعت الطائرة بتاعت العريش اللي كيف بتستهدف بعض الكبار القادة العسكريين الرئيس في مؤتمر حكاية وطن كان اول مرة يتكلم قال لا المطار لازم يؤمن يؤمن اعمل عملية اخلاق حوالين المطار خمسة كيلو من كل الاتجاهات مطار حربي بياصل فيه رئيس الدولة وبياصل فيه وزير الدفاع وكبار القادة ورئيس الاركان لازم يؤمن لانه تم استهداف المطار من منطقة الاحراش المحيطة بالمطار يعني فيه احراش وفيه مناطق غاب وبوس قاعد فالارهابيين واستهدفوا احدى الطائرات الهامة داخل مطار العريش الحل ايه نخلي هذه المنطقة خمسة كيلو خمسة ثلاث متر في كل الاتجاهات واشل الغاب والبوس والاحراش ويتحول المطار الى مطار مؤمن زي مطار القاهرة مثلا او مطار غرب القاهرة الحربي بيقول يسري فودة انه شوف الكلام اللي بتحط رص جنب بعضه رص رص انا مش عارف الافكار بتيجي بهذا الشكل ازاي اه دي موضوع موضوع المطار بتاع العريش وبحكي لكم عليه القرارة بتوغي ازاي واده موضوع بتاع الانفاء والمجرى المائي يبقى انا فصلت الحدود المصرية الفلسطينية بمجرى وموضوع المطار باخلي حولنا المطار يسري فودة بقول ايه ايه المانع بقى ان احنا تلتقن المنطقة بتاعة مطار العريش عالمنطقة اللي هي المنطقة العزلة ويبقى دا المكان المخطط الغربي او المخطط الاسرائيلي لامتداد فلسطيني داخل الاراضي المصرية في سيناء وده اللي سموها صفقة القرن والله العظيم الكلام اريته مرتين ثلاثة كلمة سريفودة عشان اشوف فيه نوع من المنطق حتى المنطق يعني حتى الكذب المساوي مفيش لكن ده انا بافصل باني وبان رفح الفلسطينية بمجرمائي لو انا عايز زي ما بيقولي سريفودة التائم واشا مش اعمل مجرمائي هخليها سدح مداح مش ههجر المنطقة الف وخمسونة لتر واعمل منطقة عزلة لا ده انا هخلي البيوت لازق الضعم عشان ما تبانش لكن هو الكذب والغباء بيقع صاحبه في فخ الفضيحة يوسريفودة بيقع في فخ الفضيحة فضيحة اعلامية انه هو يتكلم بهذا الشكل انا بقول شكل لا استطيعي الا ان اصفه بعدم وغياب الضمير غياب الضمير المهني لانه عيب صحفي استقصائي وعيب يكون مزيع بيدعي انه مهني وصاحب ضمير وقلبه وضميره ويوجاعه اعتقد انه عيب انه يسوق اكاذيب واباطيل لا منطقية وغير صحيحة ولا اساس لها الا في قلوب مريضة وعقول مريضة انا انا يعني والله ترددت كثيرا كثيرا انه افتح ملات في سريفودة قلت ربما 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 لكن اعتقد ان اللي بيقعد برة وبيشوف فلوس برة بينسى الجمل بما حمل برضو بصرف النظر الكلام اللي قاله يسري فودة على التقام من منطقتين في العريش والمنطقة العزلة كلام ما يخشش دماغ طفل كلام اطفال تفكير سبياني تعالوا نشوف يسري فودة هو كان بيتكلم على الرئيس السيسي وعودة مصر وانصف مصر وتعالوا شوفوا الكلام تعالوا نشوفه الفيديو اللي انتوا هتشوفوه محزفت من كافة المواقع يسري فودة حريص على انه يحزفه ومن نفسه ما حد يشوفه تعالوا نشوفه اطلاق طازجة نحو حل متحضر لازمة سد النهضة رئيس المصري يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي على هامش القمة الافريقية دون افراط ولا تفريط لم يكن الاساس ليكون اوضح ولا اكثر عدلا من هذا الاساس كان السد يمثل لأسبية حقها في التنمية فالنيل يمثل لنا حقنا في الحياة طيب الله اوقاتكم عودة المياه الى مجاريها بين القاهرة وادس ابابا في تصريح مباشر من سفير اثيوبيا في مصر وعودة المياه الى مجاريها بين مصر وافريقيا كلها بعد اقل من عام على تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الافريقي رئيس جديد حكومة جديدة مدخل جديد وثوابت لا تهتز زخم جهود متراكمة على مدى شهور يبث في هذه اللحظات ريحا طيبة تبشر بالكثير ده ريح طيبة ومصر والمياه عادت لمجاريها واثيوبيا والرئيس وكان في كتابه اخر كلام بتكلم على لقاءه بالرئيس السيسي انه رجل مهني ورجل زاكي ورجل دقيق في تقديرات الموقف وطني حتى النخاع ده كلام يسري فودة وانا كل اللي بلحظه او عايز اركز عليه فكرة التحول فكرة التحويل وابحث دائما عن السبب اجد انه المصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة يسري فودة كان شغال في احدى القنوات الخاصة وكان يؤدي بشكل يومي وصحاب المحطة قالوا له متشكرين مع السلامة للدولة زي غيره زي غيره 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 كل واحد بيحصل له حاجة يقول لك الدولة والاجهزة وهو في الاخر بيكون خلاص ادى اللي عنده طلع كل اللي عنده ما عندوش حاجة يدي ده يقولها والناس بتقدر تفرز الناس بتقدر تفرز تعرف الغس من السمين وانا عايز اقول ان كل دول والله بقول المشاهد كل الناس اللي شايفينها دي اصنام اصنام اه واجهل من ابو جهل اجهل من الدابة كل الناس اللي بتشوفوها دي بيدعوا الوطنية ويدعوا المهنية ويدعوا الثقافة ويشايل الدنيا في الدماغه لا كل دول وانا اعرف ناس وليس كل ما يعرف يقال كثيرين من هؤلاء اعرف كثيرين من هؤلاء بيتحدث زي ما قال معروف الرصافي لا يغرمك هتاف القوم بالوطن فهتاف القوم في السر غير هتافهم في العالم كل واحد بيتكلم كلام قدام الناس انا احد كبار المعارضين الان موجود في مصر بيتكلم كلام راه تقول الراجل ده بتعصره ينزل وطنية انا في الحقيقة كان بيقول لي في مرة من مرات انا ليه ما يتمش دعوتي في مؤتمر كذا وكذا ده انا فلان ده صديقي وفلان ده كانت تفعيد في الجامعة وفلان كان كذا يعني الموضوع طلع مصلحة الموضوع طلع انه لو موجود في المشهد بشكله وباخر ما كان معارضا يبقى المعارض كان باحثا عن سلطة لم تأتيه فتحول الى معارض شخص عادي زي الواد حازم عبد العظيم عايز يبقى وزير يا اما يبقى معارض ودلوقت عمال يحاول يخانق ويحاول ينكش ويحاول يستفز الاجهزة الامنية على ان حد يقرب منه ما حد يشأر منه بليان داود هذه المرأة التي فقدت كل معاني الشرف وكل معاني النزاهة هذه المرأة بتعاني من حالة شزوز مهني غير طبيعية بعد ما جبنا اللقاء بتاعها في قناة العربي مع بهيد دين حسن وهي بتطالب المجتمع الدولي ان يتحرك من اجل مصر يتحرك ضد مصر وتقولنا اللقنا قلنا ان هي بشكل واضح امرأة رقيعة وصحافية رقيعة واعلامية رقيعة وهذه هي الحد الادنى من التطاول انجاز التعبير لانه لم نجد ولا ان ننزلق في شتائم اخرى وانا بقول ان المشاهد والقارئ والمتابع على صفحات التواصل الاجتماعي اعطاها ما تستحق من شتائم انا يعفل لساني عن ان انا اذكرها بترد في كتب تويتا بتقول حالة افلاس او حالة الافلاس الذي وصل اليها اتباع النظام بتتهمنا ان احنا وصلنا لحالة افلاس بتقول والجانه الالكترونية مثيرة للشفقة لو ان الجهد المبزول في هذا الهراء استغل استغل في التفكير ربما لا انفجرت عقولهم المهترئة المعيبة واحدة بتعاني من حالة تغييب وعي حالة غياب وعي واحدة بتحاول ان هي تجد لها مكان وسط الشرفاء انا بقول انه مصر تطهارت منك ومن امثالك تاني بقول انه كلمة رجال النظام وكلمة اتباع النظام الحمد لله يا لليان ان احنا عندنا نظام وعندنا دولة لها اتباع ولها رجال ومش اقول اكتر من كده الحمد لله ان احنا عندنا دولة محترمة دولة كبيرة دولة قوية انا ما بعيرش حد بس بقولك انت قزم عبارة عن واحدة ليس لك حق في ان تتحدثي او تتطولي على دولة بحجم مصر وحتى اتباع النظام ورجال النظام سميهم زي ما انت عايزة مش هنرد عليك واللجان الالكترونية احنا لجان احنا لجان ومن طب انت عندك ايه تعملون للجان انت عندك ايه تبقي اتباعه انت ملكيش اصلا انت عديمة الاصل واحدة عديمة الاصل واحدة ما عندهاش اصل اعتقد انه الوقت اللي انت عدتيه في مصر وعيش ليه في مصر كان بيحطم عليك يتحترمي نفسك لكن انا اعتقد ايضا انه ملفك لو تفتح انا مش هبقى مبسوط من نفسي ملف الخاص بتاعك لو تفتح وانا لو فتحته مش هبقى لصالحك لا مهنيا ولا انسانيا وانا برضو انقى بنفسي والناس بتضغط انا في ضغوط شديدة جدا من كلامك والناس المشاهدين العظماء اللي بيتمعونا وكل الناس كل واحد فيهم فعلا لا يملك الميبسق عليك انت وامثالك لان الدولة المصرية والشعب المصري تاريخ الدولة المصرية ارقى وانضف كثيرا من كل هؤلاء احنا بنا نهاجم لليان لانها تطولت وخلاص اقول كلماتي وانضي ولانا اتحدث عنها مرة اخر واتحدثت عن نيستريفورا وستحدث بعد ذلك ايضا عنه لانه الملف كبير لكن هذا في المانيا وهذه في لبنان او في لندن هنا في مصر وفي نادي الصيد للأسف الشريد جريمة جريمة بترتكب في وطح النهار ضد الجيش المصري وضد الدولة المصرية مصرحية اسمها سليمان خاطر سليمان خاطر ده كان جند مصري اطلق الرصاص على مجموعة من الاسرائيليين في فترة ربما التمانينات او في بداية التمانينات وكان قصة في هذا التوقيت وازمة في هذا التوقيت عمل مصرحية سموها سليمان خاطر هذه المصرحية عملها واحد اسمه احمد الجرحي احمد الجرحي ده فنان شاب كان بدأ حياته في مجموعة او فريق العمل بتاع باسم يوسف عشان بس نعرف يعني احمد الجرحي هو تأليف المصرحية الواحد اسمه وليد عاطف والمصرحية بتستهدف الاساءة الى الجيش المصر انا عايز اقول انه ما قامت به قناة البي بي سي من محاولة لاهانة الجيش المصري في فيلم قصير اسمه موت في الخدمة اعتقد ان مصرحية سليمان خاطر مصرحية بتمشي في نفس الطريق بتسير في نفس الطريق لكن بطريقة مهينة للجيش المصري للضباط المصريين اهانة للجهود اللي بيبزلها الجيش المصري اهانة ايضا للصحافة والاعلام بشكل واضح اهانة للدولة المصرية انا مش هينفع عن الكلام لان كلام خطير للغاية على لسان الشخص والابطال اللي موجودين في المصرحية هذه المصرحية كتب مقال الاستاذ العزيز ايمان بدرة الصحفي بالاخبار وتحدث بشكل يعني موجوع على المصرحية ونقل المقتطفات يعني يعني اعتقد انه يعني ممكن اقول الحاجات اهانات بالغة للجيش وتحدث عن الصحافة سخرية من التضحيات في الجيش تكلم عن الارهاب ودعم الارهاب بشكل واضح تكلم عن تفكيك الروابط وفي مشهد يخرج من من يؤدي دور جندي خاطر بعد الحادث اللي يقول الجيش سابني الوحدي ولا حد بيسأل فيها ويقول احد الممثلين الذي يجسد شخصية ضابط مكلف بالتحقيق مع الجندي انت هتتكلم وإلا استدعيل الحرص علشان ينفخوك كلام رضيء كلام قميء كلام غير مقبول في وقت الدولة بتحارف فيه الارهاب بهذا الشكل واكتشفنا ايضا من خلال بحثنا في الموضوع ان الكارثة ان المصرحية اتعرضت في قصر ثقافة الانفوشي من سنتين يعني فاتح النهار بيحصل معايا للتعليق الاستاذ محسن طنطاوي رئيس ناد الصيد اهلا بيك فاندم اهلا بيك فاندم اهلا بيك يعني المصرحية قرأت ما قال الاستاذ ايمان بدرة فشعرته بالحزن الشديد على انه هناك حالة من التسيب بتؤدي الى عرض مصرحية بهذا الشكل بتهين الجيش المصري في نادي عريق زيناد الصيد بصر هيا انا مش عاوز اظلم الاخ العزيز ايمان باضرة يمكن ايمان باضرة ما كانت عنه المعلومة ان هذه المصرحية اردت على عرضت مركز ثقافة الانفوشي في اسكندريج 2016 احتمال ما كانت عنه هذه المعلومة طبعا بدون شك اذا كانت هذه المصرحية عرضت في اصر ثقافة الانفوشي بدون شك ان هي يعني كانت تحت الرقابة من ناس كتيرة اذا ما فيش فيما يستدعي ان كل هذا الكلام انا ما حبش حد لا زاد على اعضاءنا ولا على مجلسنا ولا حاجة احنا لنا احترمنا البلدنا الشديد واحترمنا الجيشنا واحترمنا الشرطتنا واحنا ناس يعني يعني نعرف الاصول ولكن انا مش بلوم ايما للصراحة الصديق العزيز انا بقوله بس معاربش ان هي يا سيد محسن بعد اذن حضرتك يعني يعني معلش تتحمل النقاش وصدرك التاسع يعني انا سألت حضرتك نادي الصيد كنادي وحداك رئيس النادي اتعرضت المصرحية حتى لو كان الانفوشي وزارة الثقافة اي جهة وفقت على عرضها ورقابة ما تحتويه المصرحية من الكلام بنص بين قصينة قال كلام غير مقبول وانا لا ازيد على وطنيتك او اعضاء النادي كلكم محترمين انا بسأل حضرتك كوطني مصري رئيس النادي كبير هذه المصرحية انت فرقت عليها الاول الحقيقة انا شفت قصة الزغير مش كبير هل انت راضي عنه بس انا عارف الحقيقة يعني الموضوع ده عصب سنة 85 فالموضوع معروف اساسا لكل الناس يعني معرفين القصة كلها كلنا الحقيقة انا الفترة اللي عادتها انا ما شفتش حاجة ساعة لكيش حيث صراحة ولا لشهر طبعا انا قاعد فركت على الحقيقة ثلثة شاعة لانكن عندي اجتماع بعد كده ماملت الزارة بما شفت الموضوع من المصرحية الحقيقة يعني لازم اعترف بهذا لكن الحقيقة لانا بقولو يعني يعني اللغط عليها كثير جدا عن هذه المصرحية وانا بعيد ثاني وبزيد بقول انها عرض في حدة يعني يعني تبع الدولة فانا مش شايف ان الدولة اعترض حاجة زي كده ويكون لهم مربوضات عليها وما كانتش تبنع من اياميها ولا تعرض اساسا بتعرض 656 المصرحية في الاسكندرية واختروا 11 مصرحية منهم هذه المصرحية طيب انا على فكرة مرسم به انا امامي النصوص والله وارجو انه وانا بعدها وممكن اكلم حضرتك انا اخجل انها اعرضها على حضرتك او اقولها قدام الناس لانه فيها اهانة حقيقية واضحة للجيش المصري انا مش بزايد وانا يعني للأسف انا عندي ملفات اخرى اهم لكن انا كنت عايز اسأل حضرتك يعني ارجو ان الموضوع يلقى اهتمام لانه حتى لو كان في قصر ثقافة الانفوش اتعرض او في اي نادي اخر فهذا لا يبر ان في اخطاء الناس اللي موجودونك مش ملائكة وحتى لو كانت رقابة حتى لو وزير الثقافة شافها فهو مخطئ انا بقول احنا ولاد النهاردة خلينا نشوفها وخلينا اجابيين انا حضرتك اساسا انا وقفت المسلحية بسعدك انت وقفت المسلحية اه وقفتها انا بقول لك بصراحة تفهم من زي انا وقفتها علشان مش عاود انه يعني حد يقول ان احنا ان احنا يعني اه من الصرف الصرفات مش مضبوطة انا وقفتها اولا ان الحقيقة لما لما سمعتوا هالتعليقات كده قلت افضل انها وقفت المسلحية وقفتت امر وقفها وانتهى الموضوع شكرا محسن به اه تنطاوي رئيس نادي السيدة انا بشكر حدك على هذا اه يعني هذه المدخلة وانا اه انا مش اادر ارى الكلام اللي تقال مش بزايد مش بأفور مش بكبر الموضوع كلام اه مش كلام سخيف كلام مصرحية اللي تأدب اللي عاملها المصرحية ووافق عليها وسبها وستمع عليها قليل الأدب برضه مع كامل احترام للناس كلها وكلمة انا يعني انا مش عايز اخش في مشاكسات يعني الاخ محسن تنطاوي بقول لي محدك يزاد على الاعضاء يا سيدي انت واعضاءك والنادي على راسي وكلكم ناس احسن مني لكن بقول لي ان فيه مصرحية اتعرضت في النادي فيه حد اثار ما شفهاش فبالتالي احنا بنقول بنوصل بكرة نلغي المصرحية يا سيدي اعمل لجنة تشوفها طلع فيها تقرير ما ينفحش تقول انا اتفرجت على جزء صغير وما كنتش فاضي عند اجتماع ده اهم وليس معنا ان اتعرضت في قصر الثقافة الانفوشي يسأل يسأل ايضا المسؤولين لو فيه لو فيه رقابة لو فيه حتى وزير شاف هذا الكلام واقره فهو مخطئ ما ديش حد اكبر من المسألة في كل الاحوال يعني في كل الاحوال الموضوع تاني بقول انا مش بكبر مش بأفور مش بضخم مش ماسك مايكروسكوب ولا ماسك فيلسكوب بقول انه ده غلط احنا احنا شغلتنا منتابع احنا مش نقصين عندنا حاجات اهم لكن لما كل واحد يقوم بدوره في المجتمع كل رئيس نادي كل رئيس اللاجنة الثقافية كل مسؤول بضمير الراجل اللي عايز بقى بطل احمر الجرح ولا غيره يعني انا يعني فيه فيه ابداع اخر لكن تقرب من الجيش بهذا الشكل والله لو حد تاني عمله في القناة العربي ولا مكملين ولا الشر لكان الكلام يعني يوجع اللي يسمعه لكن لانه بتعامل هنا في الداخل محد يشو اخبره هومان ريتس ووتش النهاردة طلعت تقرير عنوانه تصاعد الاعتقالات قبيل الانتخابات غير نازية كده يعني هومان ريتس المؤسسة الدولية حكمت وخارت احكام مسبقة زي كده يوسري فقط دون يعني تخيل انا مبارح كان عندنا عنوان والعنوان بينم على وكأني بدفع القار انه يروح في اتجاه معين وكان فيه لوم للقائم دي النهاردة هومان ريتس بتكلم بتقول تصاعد الاعتقالات قبيل الانتخابات ناش قبيل الانتخابات غير نازية يعني هي حكمت قبل ان تعقد وتجرى الانتخابات انها غير نازية انا ده ده انوان عريض تكلم طبعا على ابو الفتوح و جاي في حتة لانه هومان ريتس توجهها العام زي ما قلت قبل كده مدفوعة ومأجورة من الداعمين وال ممولين لإخوان المسلمين كلام قلناه مرارا ومدكرارا وليس جديد ولا نذكر بل نقول يعني ازيدكم من الشعر بيت بيقول في التقرير قالت هومان ريتس انه شوف الكلام المشتفز المهين يتعين على السلطات المصرية اسقاط هذه التصنيفات التعسفية على لوائح الارهاب والافراج فورا عن ابو الفتوح ده بتدينا الاوامر بتدينا اوامر بتقول وجميع من اعتقلوا بسبب انتقار السلطة او مشاركتهم في نشاط سلمي بتقول على السلطات المصرية الافراج فورا عن عبدالبين عمد الفتوح والله انا مش لقي كلام اقوله على هيومان ريتس الا الكلام اللي قاله الرئيس جمال عبدالناصر على البي بي سي دول ناس انا انا بستدعي من الرئيس جمال عبدالناصر هيومان ريتس دول ناس ولاد كلب انا مش لقي كلام اقوله اكتر من كده فعلا ليل ونهار ما عندوش غير مصر ليل ونهار ما عندوش غير مصر ليل ونهار ما عندوش غير ابو الفتوح الله يحرقك على يحرق ابو الفتوح على يحرق الاخوان على يحرق كلكم البلد مش مستحملة البلد مش منحملة والمشكلة ان في ناس بتاخد هذا الكلام موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي الكتائب اللي بتكلمه اللي لان داود تقول كتائب النظام احنا بقول الكتائب المدفوعة وممولة من الخارج للهجوم على مصر ومحاولة الصيد في الماء العاكر وتشويه المرحلة الحالية وتشويه الإنجازات كل ده معروف لمين والحساب مين وكل يوم هنفضح ولن نمل ولن نخشى لأنه احنا قضيتنا عندنا بلد خايفين عليها هم عندهم مصالح هم خايفين عليها هو خايف ان التمويل يروح احنا خايفين ان بلدنا تروح لو بلدنا راحت ما عندناش بلد تاني هم لو البلد اللي هم فيها طردوا هيدوروا على بلد تاني لأنهم مرتزقة بيأجروا نفسهم مفروش دول كلهم بيمرسوا دور فتيات الليل دول ما عندهمش مبدأ دول ما عندهمش دين دول ما عندهمش وطن الانتخابات الايطالية على الابواب الانتخابات الايطالية بتلقى اهتمام اوروبي بشكل كبير بتلقى ايضا اهتمام في منطقة المتوسط لأنه القادم لقيادة ايطاليا سيؤثر بشكل كبير على مجريات السياسة في الاقليم في حض المتوسط في جنوب اوروبا شمال افريقيا والتقارير اللي قام زملائي باعدادها بتقول انه الحملة الاعلامية للانتخابات الرئاسية في ايطاليا بتلقى زخم كبير فيه وقفات احتجاجية وهذه الوقفات الاحتجاجية قامت بيها واحدة اسمها جورجيا ميلوني من حزب اخوة ايطاليا اليميني امام المتحف المصر ده الجديد يعني قدام المتحف المصر ما احنا شايفين فيه الفيديو كان فيه وقفة ضد اعلان المتحف ان فيه عروض تفضلية للنطقين بالعربية المتحف قال الناس اللي بتكلموا عربي هياخدوا خاص موعين وفيه عروض تفضلية ليه والست دي جورجيا ميلوني قالت ده نموزج للتوجه اليميني في الانتخابات واحنا ضد هذه الممارسات التمييزية وكان بشكل واضح مصر فيه الانتخابات الايطالية رقم قضية المهاجرين في الانتخابات الايطالية رقم قضية الاسلام السياسي والاخوان رقم يعني الانتخابات الايطالية على مصر الانتخابات الايطالية فيه مدخلات هذه المدخلات بتؤثر بشكل كبير على مصر بيرلس كوني فاكرينه طبعا هذا العجوز السياسي الايطالي حزب ايطاليا الى الامام هذا الحزب اعتقد انه سيكون له نصيب في الانتخابات الايطالية هو طبعا مش هيقدر يتولى الحكومة والادارة لكنه هيتطلع واحد من رحم هذا الحزب وبيتقال عليه انه هو ترامب ايطاليا لانه يميني ضد المتطرفين ضد المهاجرين ومن المحتمل انه هو سالفيني دوت اللي هو ترامب ايطاليا بيرفع شعار ايطاليا اولا وشعبيته بتتصعد بسبب تركيزه على قضية طرد المهاجرين بيشن حملة عنيفة اهو دهنا في الصورة على جماعة الاخوان وبينشر فيديوهات على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل كشف خطورة الجماعة وتعهد تعهد بحذرهم بيتهم الحزب الحال الحاكم والحزب الديمقراطي بانشاء علاقات مع الجماعة يعني الراجل اللي انشأتينه في الصورة اللي هو ترامب ايطاليا اللي هو سالفيني بيتهم الحكومة الحالية بانها بتناصر او بتحتضن او فتح علاقات مع الاخوان المسلمين وده واضح من منظمات حقوقية وبعض النقابات اللي هيجو الوضع في ايطاليا فيما خص قضية رجيني في استطلاعات الرأي اظهرت ان تحالف اليمين بزعمة بردسكوني في المرتبة الاولى بنسبة 38% وربما يشكل الحكومة المعسكر التاني حركة خمس نجوم الشعبوية حصلت على 28% من نواية التصويت لاستطلاعات التصويت وهذا الحزب بيرفض بحزب اي اتفاق مع اي حزب اخر وحزب حركة النجوم الخمسة بيقوده في الانتخابات شاب بيبلغ من عمره 31 عام بيدعى لوي جي دي مايو اسس هذا الحزب ممثل كوميدي بيدعى بيبي جريلو بيتوعد هذا الحزب بمصر باجراءات قوية لكشفة حقيقة مقتل جيلو رجيني قالوا ان النفط ليس اغلى من دم رجيني طبعا قرية رجيني للمشوقة باله اصبحت ورقة للعب بها فيه الانتخابات خلال المرحلة الحالية كل ما يجري الان في ايطاليا محتاجين دراسة محتاجين مراكز البعوث تقول العلاقات المصرية الاطالية كانت هي الاقوى كانت هي الاقوى اوروبيا الاخوان ارادوا واعداء الدولة المصرية الاخوان جزء منهم ارادوا ضرب هذه العلاقات فكانت قضية رجيني هيتم الكشف عنها بشكل واضح هكذا اعلن الرئيس ولن تؤثر على العلاقات المصرية الاطالية في العلاقات المصرية الاطالية علاقات استراتيجية قضية ليبيا بتفرض نفسها قضية المهاجرين قضية الغاز قضية العلاقات مع مصر اعتقد ان انتخابات الاطالية علينا ان احنا نفتع علينا على ما يجري فيه الانتخابات الاطالية العلاقات بين مصر واليونان زي ما على صفحة المشارع احمد ابو زيد بتحدث الرسم باسم الموزارة الخارجية صورة عجبتني جدا صورة رائعة مصر اليونان صداقة دائمة ومصالح مشتركة لشعبين شقيقين صورة يعني ايوة الصورة دي دي حطها احمد ابو زيد على صفحته وبتعكس الدف وتطور ونمو العلاقة بين مصر وبين اليونان وده بياخذني لموضوع فيغاية الاهمية والخطورة وعلينا ننتبه احنا كان الرئيس بيعلن ان مصر تحولت الى مركز اقليمي للطاقة الغاز لا مصر تحولت الى مركز اقليمي وقاعدة بلادفورم لتصدير الطاقة الكهربائية الى اوروبا الربط الكهربائي بين افريقيا واوروبا عن طريق مصر وانشاء كابل بحر تحت البحر نتيجة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان محمد شاكر بيناقش اخر تطورات دراسة الربط الكهربائي مع قبرص واوروبا استقبل النهاردة في مكتبه سفير قبرص ورئيس شركة يورو افريكا بحضور عرب من قلات قطاع البترولي شاكر اكد على اهتمام اللي بيليه القطاع بالربط مع اوروبا واشار الى مزاكر التفاهم تم توقعها بين الشركة القبضة لكهرباء مصر وشركة افريكا يورو افريكا الانترناشنال القبرصية لاجراء دراسة بتتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان وبيهدف المشروع الى نقل الكهرباء من افريقيا الى اوروبا عن طريق مصر وهيتم الربط قبرص كريت جزيرة كريت وجزيرة قبرص والاتحاد الاوروبي وطبعا ده هيحقق سوائد اقتصادية لمصر غير مسبوقة واهمية ايضا زي ما قلت كابل البحري الكهربائي البحري وحققه من فوائد خطيرة وجمى لمصر خلال المرحلة القادمة يبقى عندي كلمة مصر مصدر ومقر ومركز للطاقة ليس طاقة البترول والنفط فقط وانما الطاقة المتجددة وطاقة الكهرباء واعتقد انه التخطيط اللي مصر شغال به ان تتحول مصر مش بس دولة بتتلقى المساعدات مصر دولة بتمد ايديها لا احنا اهم واحنا اكبر واحنا اعرق من ان احنا نتنى نمد ايدينا على طول لازم نشتغل ونفكر بشكل مختلف التفكير بشكل مختلف هو اللي حصل دلوقتي كيف تتحول اوروبا الى دولة مستوردة للغاز من مصر كيف تتحول اوروبا الى دولة مستقبلة للطاقة الكهربية من مصر اعتقد ان ده حجم الحاجات اللي سوف نقف عندها كثيرا كلام مرحلة القادرة النهاردة فيه نقطة كبيرة جدا ونقطة سياسية سوداء تركيا تركيا اللي ارتكبت مجازر الارمن تركيا اللي تسببت فيه ابادة جماعية قامت تركيا العثمانية بابادة جماعية للارمن اللي كانوا قاطنين في المساحات الجنوبية والشرقية من الاراضي التركية من الدولة العثمانية قامت بابادة جماعية لما يقرب او يصل الى مليون ونص انسان بريء من الارمن وفيه اضخم واكبر واكزر عملية تطهير عرقي فيه التاريخ ربما بينكرها الاطراق حتى هذه اللحظة رغم انه فيه اكتر من دولة دي المذابح الارمن وابادة الارمن اللي كان بتهجير قرى عشرات القرى من كل سكانها ويتركوا النساء والاطفال والاولاد في صحراء سوريا بهذا الشكل حتى مات مليون ونص سواء زبحا او موت من العطش والوجود في الصحراء بهذا الشكل او الاعدام شنقا كما يبدو في الصور يعني دير الزور المنطقة الصحراوية المتأخمة للحدود التركية السورية كانت ايضا من ضمن المقابر مقبرة للارمن قامت تركيا بهذه المذابح ما في ذلك شك اعتراف اكتر من عشرين دولة او تلاتين دولة بهذه المذابح الام المتحدة ايضا في هذا الاطار تركيا بتعترض على ولا تريد ان تعترف لان اعتراف تركيا يتحول الى قضية تعوضات وخلافه ودي مشكلة كبيرة جدا مع الاتحاد الاوروبية وتركيا لكن النقطة الجديدة بقى انه نهاردة تركيا بتدين مجزرة مجزرة اسمها مجزرة خجالي باقليم قرباغ الاذري في اذري بيجان بتقول انه في 92 ده تركيا بتدين انا بقول يعني بصرف النظر عن مجزرة خجالي تمت او لم تتم واسبابها و92 لكن الجديد انه تركيا بتجري بسرعة علشان تعمل عملية ادانة وتعمل عملية يعني ظرف الدموع على مجزرة ادت في النهاية كما تقول السلطات التركية الى مقتل 613 وانا عندي مليون ونص من الارمن تم ايبادتهم جماعيا وانا بقول فعلا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت عندي في وقعة يعني او في حدث انا لفت نظري بشكل كبير جدا عندي في سوريا في الغوطة وعندي عفرين دي مدينة سورية ودي مدينة سورية عفرين بتتعرض لقصف غير انسان على مدار الاسابيع الماضية وشفنا تفجيرات وشفنا اعدام فتيات وشفنا اطفال تيتاموا وشفنا البنت مبارح وبتقبل قبر ابيها بهذا الشكل كل ما يجري في عفرين وتقوم به الدولة التركية بيصم الازان وتخرص الالسنة الاخوانية والقطرية وكل هؤلاء المدعين ولكنه شايف حاجة عمت قلوبهم قبل ان تعمى عيونهم عما يجري في عفرين لكن الغريب انه مدينة الغوطة ايضا بتتعرض لتمركز عمليات ارهابية وجماعات ارهابية وفي الاخر قالوا ان الغوطة كله بتكلم عن الغوطة وكأنه بتكلم عن حلب ايه الفرق بين الغوطة وايه الفرق بين عفرين هل اللي موجودين في عفرين دول ناس علشان هما اكراد او معظمهم اكراد دول شياطين واللي موجودون في الغوطة دول ملائكة الإخوان على كل صفعاتهم أنقذوا الغوطة أنقذوا الغوطة بذكرنا بأنقذوا حلب أنقذوا حلب أنا بسأل هذا النفاق هل النفاق والرياء والغرض في نفس هؤلاء واصل إنه بيميز بين مدينة سورية وأخرى سورية أم لأن تركيا بتحتل عفريد والتي تقوم بضرب عفريد وقتل أبناء ونساء وأطفال عفريد بهذا الشكل يصمت كل هؤلاء المنافقين لم أستمع إلى يوسف القرضاوي بكلمة أو أي أحد من الإخوان بكلمة عن عفريد فقط يتحدثون عن الغوطة ليس ذلك فحسب بل قاموا بتأليف حديث غير صحيح بيتحدث أنا في حالة زهول يليك الموضوع ديني يبقى نقلف حديث الحديث بيقول يريد أن تجيبهولي على الشاشة قال عليه الصلاة والسلام فستات المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ شفتوا الكلام لما حط حديث وحط فيه قال صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم الناس بتصدق والناس بهايم والناس جهلاء محدش بيعرف أستخدم الدين في حرب قزرة داخل سوريا في الغوطة والتمييز بين مجر في الغوطة وعفرين أعتقد أنه الأمر يعني زاد عن حده أعتقد أنه ما عدنا نتحمل هذا النفاق لكن كل يوم بنفضح هؤلاء إحنا مللنا من فضائحهم والله مللت من فضائحهم حتى هذه اللحظة لكن المعركة مستمر وفي النهاية النبل اللي بتقوم به الدولة المصرية والشرف والكرامة اللي بيؤدي به الجيش المصري معركة التطهير والتطوير أعتقد هو اللي جعل هؤلاء يفقدوا صوابهم ويفقدوا أخلهم انتهى وقتي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة